السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ سنة الثانية بكادورية علوم اقتصادية اليوم ان شاء الله في هذه الحلقة ان شاء الله سنحاول نخدم معكم واحد المراجعة لاليكونومي جنرال يعني كل نهار ان شاء الله سنحاول اننا نقدم درس من دروس لاليكونومي جنرال كما كتعرفو ان انتحال الوطني على الابواب مقاش بزرغ دي الوقت وكاينبعد طالبا اللي باقي ما ندبطوش بعد المسائل في الاليكونومي جنرال احنا اليوم ان شاء الله تعالى غامدو هاد سلسلة هالي من الدروس دي المراجعة نحاول الراجع معكم الاليكونومي جنرال من الول يعني احتل الدروس اللي غايكون عدكم في انتحال الوطن اول حاجة غاد يمدوها هي la première partie اللي فهي هالي концепت ايكناميك دي باز وشابتر لول ديالا هو الومارشي ادار بالنسبة للمارشي غانشوفو فيه تلدت نوقات اساسية اللي هي اول حاجة لديفنيشن ديال المارشي تاني حاجة لكمبوزانت دي مارشي تالت حاجة لتيب دي مارشي سلون لبجي يعني لتيبولوجي دي مارشي اولا شنو ما اللي كمبيتنس رششي اه اه اپاتر دي سكوخ يعني شنو ما الكافائد لخصكم تكون عندكم في النهاية ديالها الدرس هادا خصكم تكونوا عارفين لديفنيشن ديال المارشي وتكونوا عارفين اه اللي تيب دي مارشي ولي كمبوزانت ديال للمارشي ادرم دو على بركة الله لديفنيشن دي المارشي دانك المارشي سي تالليو درانكانتر غيال وفكتف دلوفر ادلا دماند دان بيان ودان سرميس يعني وواحد الماكان يقدر يكون حقيقي ويقدر يكون وهمي بحال الانترنت بحال الانترنت بار اكزامل لكي تلاقى فيه العرض مع تالب على واحد السلاة أو واحد المنتوج أو واحد لسيروس أو واحد خدمة لا تحصل على الوضع المعارضة لما نحن لدينا الوضع المعارضة لك هذا هو كل الاسم ويعطبيع لدينا كثيران على المعارضة لدينا قضية ماهوناه de l'informatique marché de pétrole marché bancaire إذن هنا plusieurs marchés إذن تاني حاجة نشوفو لكما المكونات ديال المكونات مناش كيتكوون المكونات إذن المكونات كيف تكون مثل تلك العناصر السسية اللي هما لوف العرض الطالب لحوالا دمان rapidly أو لحوالا معنا المكونات البعش derive المكونات المكونات قال لك سي لكوانتيته كليوندور سون ديس بوزي أسادي يعني أفند آن ساعتن بري يعني هو واحد كمية من اللي برودي أو من اللي بيان اللي لفندور مستعدين أنو ما يبيعوها بالمقابل دي الواحد تامان بالمقابل واحد تامان شنية للواحد جنرال ديال لوفر ديال لوفر ديمنوا أمزور كلي بري بس وإنفرس من العرض كين خافض من اللي كين خافض التامان لاحظوا معي هاد لكورب هادي عدنا لبري وعدنا لكوانتيته أوفرت ديال لبري وعدنا لكوانتيته أوفرت إذا لاحظوا معي قلنا لوفر ديمنوا يعني الكمية المعروضة كانت نخافض من اللي كين خافض تامان نفطردو مثلا كان عندي هاد تامان هادا نفطردو مثلا هنا يا عشرة دراهم مثلا ياك لاحظوا معي الكمية اللي غا تكون معروضة للبيع هي هادي دوك هادي الكمية المعروضة للبيع إذا نخافض تامان كان عشرة دراهم غا يولي مثلا سبعة سدراهم مثلا سبعة هالكمية شنو غادي وقع لها إذا ملا غاينزل تامان غا يولي سبعة الكمية شنو غادي وقع لها غادي تنقص غادي عندي هادي كمية هادي ألور من اللي كانت عندي عشرة دراهم لبراودكتور كان كاي بيع هالكمية هادي ومن اللي ولا عندي تامان زل سبعة دراهم لبراودكتور ما غادي شيبيع هالكمية إلا ما غا يبيع فقط هالكمية هادي إذا لorsque le prix ديمنوا لوفر ديمنوا لا كونتتة أوفقت لا كونتتة أوفقت دان بيان ودان سيرفيس اتو فونكشون كواسان دو بري لا لحطوا معايا الدالة ديال لوفر رها دالة تزايدية مع التامان إذا نقدم ما رطافع التامان الوفر تير طافع هاد لكو بشتوه كتر طافع إذا التامان كان هنا نفترضو متان التامان كان هنا ألور الكمية اللي غا تكون معروضة للبيع هي هادي نفترضو ديبل بري اطلع هنا يا أولا هنا ألور الكمية ما غا تبقاش تم غا تولي عندي هالكمية المعروضة دونغ غا تزاد الكمية إذا الكمية المعروضة غا تزاد إذا la fonction de l'offre c'est une fonction croissant de prix إذا رطافع le prix l'offre تير طافع نشوفو دابا la deuxième composante اللي هي la demande الطالب الطالب هو la quantité que les consommateurs ou les utilisateurs souhaitent acquérir à un certain prix يعني ويهو الكمية اللي مستعدين لكونسوماتور المستهلكين لكي يستعدون المستهلكين أو لا المستعملين دياله اللي بيان ياخدوها في مقابل واحد تمن دونك la quantité que les consommateurs أو les utilisateurs souhaitent acquérir à un certain prix هذا هو هو الطالب شنه هو القانون ديالطالب la demande s'élève à mesure que le prix baisse يعني الطالب تيرطاف من اللي كينخافض التمن نفترضو معايا التمن كان هنا يجب أن يجب أن الطالب شنو عش حل غادي يكون عندي هاد الكمية هادي عندما قاعد تكون عندي هاد الكمية هادي اللي غنطلب إلي كان عندي هاد التمن هذا أدور نفترضو دابا التمن نزل ولا هنا الكمية اللي غا تكون مطلوبة الآن شحل شحل غنطلب من ذاك لبيان أتقول لي عندي ها الكمية اللي مطلوبة انت مثلا مش للسوق أو الأب ديالك أو الأم ديالك مش هات بغا تبطاطا مثلا من السوق هو معقول أنه مثلا غادي يلقاه بخمسة درهم أدور مش للسوق تلقاه دير درهم أدور هو غي يغتالم ذاك الفورصة اللي فيها الثامن طيح دونك غيزيد من لكن مثلا غياخد غي كيلو بخمسة درهم غياخد خمسة كيلو كل كيلو درهم 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 أدور هنا في عوض مكان غياخد غير كيلو غياخد خمسة كيلو دونك لحطو معايا إلا نزل الثامن إلا نزل الثامن الكمية المطلوبة تترتفع هذا هو التفسير أو الشرح ديال هذه القادية ديال اللي فيها سيلة أمسور كالي بخي بس إلا انفس لحطو دونك دونك او دونك 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 لحطو معايا اللي فيها دونك 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 الثامن إلا لنزل الثامن دونك دونك ترتفع التفعط المنا Landsat إقضاء كنت فيديوه كان الأفي何 فبث مقازل الحديد كيفية العام ذكرًّ أو نجمز شكراً في الكامل وراء Então لن أعطئها إلا عندما ننوي البطرة أو إلا ننخ واحد вماقبل الغادول من 6 لعهات و七ين من خدمات لذاك ون mue piano العرض والطالب لن الغذر ت panda مليئми لن يمكن إلا طالب demander الثمن تيرطافح هذا هو القانون للعرض والطلب إذا ارتفعنا العرض الطلب تيرطافح وإذا ارتفعنا العرض العرض تيرطافح إذا كان الطلب بالزبع الواحد منتوج رأي بينا أن هذا المنتوج سيرطافح وإذا كان لدينا العرض كثير ولكن الطلب غير قليل سوف ينزل نرى هنا بعض الحالات التي لا يعمل في هذا القانون للعرض والطلب لا يبقى حدام ما هو حالات؟ لدينا 4 حالات الانترونسون للإطاء إذا الدولة التي تدخل في الإيقان لأنها تقوم بالزبع لأنها تقوم بالزبع بالزبع الناس لذلك الدولة التي تدخل في الإيقان سوف تقوم بالزبع مثلا الوزين لا يستطيع أن يبيع بواحد تملي مرتفع وخط طلب على السكار كثير دولة تدخل لكي تحمل المستهلك وبالتالي تدخل تملي وبالتالي لا يبقى حدام هذا القانون للعرض والطلب ها هو الطلب كثير ولكن الثمن تبقى مستقر عندنا لصيم يتخذوا الانفورماتيو تكون معلومة المعلومة مثلا عندما يبقى مرتفع ثمن لا نخفض هذا دليل على وجود جودة ضعيفة أو وجود بعض المشاكل في هذا كل بخوض بخوض وكين الحالة الثالثة لفيفي بلن لفيفي بلن كيقول لك كين بعض الناس أو بعض البشار اللي كيتسنوا حتى كيرطافع الثمن دي الواحد المنتوج عاد هما كيبغيو شريوه لماذا؟ لتستنغي دي كونسوماتور باشي بانوا متميزين عن الناس الثقرين يعني باشي بانوا على الناس الثقرين تيبغيو يشريو الاشياء اللي غالية مثلا كاللي كيشري مثلا ينمتر بساعة مثلا بجوش المليون أو 3 مليون مثلا أظن هنا فهذا الحالة ما كيبغاش الموش ما كيبغاش هاد القانون ديل العرض والطلب خدام كاللي في جيفن كيقول لك لسك لبخي دين بيان اغمان سا كونسوماتور اغمان اغمان يعني كيبغاش المنتوجات اللي وخام عش نوصل التمان ديالها راغ نشريوها بحل بخوضو دو برميار نيسي سي دقيق مثلا شحل ما بغي يوصل التمان ديال راغ نشريو لأن نحاج لها المنتوج السكار مثلا وهاكذا اذا هناك بعض المنتوجات ديال بخميار نيسي سي سي نشريوها شحل ما بغي يكون التمان ديالها دو لحظو معي هاد الحالات هادو ما كيبغاش فخدام فيهم قانون ديال العرض والطالب ندوز ودابل لتيب ديال مارشي سلون لأبجي الانواع ديال مارشي عدنا الانواع ديال مارشي باسكون كون عارفينهم لدينا مارشي دي بيان يسير وعدنا للمارشي دي بيان ذي سوق السلاع والخدمات وعدنا مارشي دي شغل وعدنا المارشي إلي شغل يعني سوق العملة وعدنا مارشي دي كابيدو يعني السوق الاموال اذا الربعات المارشي اللي ischen ce هادو يبدو بكل مارشي مارشي دي بيان السيرفيس قانون سوق السلع والخدمات بالنسبة للمارشي دي بيان السيرفيس هو واحد المارشي اللي كيتبادل فيه السلع والخدمات في المقابلة الواحد ثامن ويل كمخون لمرشي دي بيان دي كونسوماتون فيه سلع دي الاستهلاك يقتلكم هاتي استهلاك انترميدياق وبيان فنال الانترميدياق إلك سيئ دو دي كونسوماتون سيئو نح получается كن يدخلوا هالإنتاج وفينال إذا نستهلاكغ شماوب وكسوماتون ما يخطي gradسة يارى نهاية وكي مارشي دي بيان دي بيان دي بيان مشمايا منتر formidable فيهاتي فكذه المارشي에도 يختفر شكونا Pix 3 ماهتم ماهتم jal بالنسبة لهم kijان بيان الآن على الأيض والعادة où لدينا قصة الملتجة من الوقت المنزلة هناك سؤال مساء المتجنة لدينا أن الوقت المنزلة يعني تقةد المنتجات وستطيع المنزلة وشكون الناس المنزلة وشكون euchيات المنزلة لدينا المنزلة كما هو الناس وشكون الناس وشكون الناس؟ بدون المنزلة المرشيات التعبير المرشيات التعبير هو المكان الذي يتلاقى فيه العرض للتعبير المناج المناج هم الذين يتعلون الأفضل وخاكي يكسبوا ولكن هم الذين يعرضوا الخدمة يعني للشركات هم الذين يعرضوا نفسهم للعمل ودى المناج التي تأتي مع الأمور meets فرضا نroot و Belكل المناج و P المناج و المناج و المناج و تشكونا موالي دوماندور ومواليز انترابريز وليز ادمنستراتيون ببليك بالنسبة للبري الانترابريز لا تحتاج الى صالر اما بسبب الموظفين تياخدو انتراتمان تياخدو لتراتمان يعني هذا الخلصة دي الموظفين كتسمى تراتمان ندوز المارشة ديشانج مارشة ديشانج هو سوق ديال العملة ديالتبادل العملة الصعبة او العملة الخارجية هو واحد لليयو لكي تلاقفه العرض coû العطلاب ديالال الدفيز دنق لأبليد ديشانج هنا هو �プليز gast MICفا gene 管 علي THEutomani حتى هنا poseiat ابنقه unchanged شنوه المقابل دياله عرض الطالبج هذا اليشانجz هده شنوه المقابل ديالو شنوه البخي دعوة تحويل في الحالة كيف من المحيطية أو سيدة وإنجام ممتازة من او نرسل في بيان أو في المترجن أن تخبرت سمع أتحدث على الصحف كيف أوريس اشترك أكب ح لصف الغبيع يفعل الغبيع يفعل أو الحسن بلصف الغبيع الذي يبدأ على الصحاب في القتص على الحسن على طرف في القصير هنا هناك موط wasting كل موط بالموط على شغل الطري philosophical كل موجود في لا معلومات الشغال البحرين فال��륵 فما لديك الشميع الساعتzե الساعت ب practice الساعتcing الرجل ToReP نفس方 الساعتم سي TinCon نفسه سياس PM го wounded ويمولوا به الناس لفعجة لرؤوس وكيان ديزاجون بزوان دي فانسما كيان ديزاجون اللي هما خاصين خاصهم التمويل في حاجة لتمويل عندما انديفيسيط دي فانسما إذن كياتلاقاوا الناس اللي عندهم انبزوان دي فانسما مع لزاجون كيان انكا باستوى دي فانسما هدوما لزوفران في المارشي ديالكابيطو دونك بالنسبة لهذا المارشي كيان قسم الجوج في المارشي منتير يعني اكور تغم ويدنا المارشي فانسيين اكور تغم بسما المارشيمنتر اكور تغم في المارشي انتربونكيغ بنات الابنك وكي المارشي دي تيتر اي كيانس نيغوذيابل تسين بالنسبة للمارشي فانسيين دياللام تغم draw في المارشي folklore والمارشي sec pronounced نحن نشوفو كل واحد فيو على بالنسبة للمارشي منتر c'est un مارشي de قابطو de قورتر رمبورسابل à قورتر où les banques les assureurs les entreprises et les états via les banques centrales et les trésors publics prêtent et emprunt qui se le faut qui se le faut les fonds en fonction de leurs besoins donc les banques ou les assureurs ou les entreprises ou les états ou les doulas هذا المارشي المارشي منتر se compose de deux compartiments c'est juste المارشي منتر c'est المارشي interbancaire يعني بنت المارشي منتر هذا المارشي منتر il est réservé aux banques et à quelques organismes financiers les agents en déficit du trésor ils peuvent y emprunter aux agents en excédent de trésor يعني les agents qui ont déficit qui ont déficit qui ont déficit dans la trésor qui ont déficit avec les agents qui ont déficit dans la trésor en intervenant sur le marché monétaire la banque centrale donc la banque le marquise c'est la quantité de monnaie qui est circulée dans le marché ou jusqu'à le taux d'intérêt ce qu'on a l'objet de l'échange c'est la liquidité ou bien les capitaux les offreurs ce sont les banques à capacité de financement ou la banque centrale les demandeurs ce sont les banques à besoin de financement le prix c'est le taux d'intérêt interbancaire nous avons le marché monétaire élargi c'est le marché des titres de créances négociables ou bien les TCL il est ouvert le marché à tous les agents qui placent ou empruntent de la monnaie contre divers titres c'est-à-dire qui sont les titres qui sont les titres qui sont les titres qui sont les titres de créances négociables pour l'essentiel des banques de trésor donc des banques de trésor ou des certificats de dépôt les institutions financières bien les banques ou les billets de trésorerie les entreprises donc l'objet de l'échange n'est-ce la liquidité les offreurs ce sont les agents à capacité de financement notamment les entreprises les banques ou les ménages les demandeurs ou les agents à besoin de financement il y a l'État qui a d'autres des banques de trésor ou il y a les banques qui a d'autres des certificats de dépôt ou il y a les entreprises qui a d'autres billets de trésor donc le prix c'est le taux d'intérêt donc c'est le taux d'intérêt nous avons le marché financier alors le marché financier c'est un marché de capitaux à long term où se rencontrent les infices sur il y a le marché du marché du marché du marché et les entreprises qui ont besoin de financement ou les entreprises qui ont besoin de financement qui ont besoin de ce marché سوف نضيف للمشيجة السماوية لتعرض الأمليين لكي نضيف الهدى لذلك سوف ينطلقسة السامة في مكسوعة أعطاء المشيجة الوقت سنعود للمشيجة السماوية في المشيجة السماوية في المحر في المخار Bond هذا ؟ فرصا round هذا سوف نقصر الفقرة زوجة الأولة من هذا الدرس في الفيديو الجاي سوف تجد المصئ الدين المزايد كانتمنى أنكم تكونوا استفدتم هدلا فيديوها دي إلي عجبتكم ما تنسوش تبارتاجوها أضيك فوزامي باش يستفد أكبر عدد ممكن من الثلاميذ لما اشتركت في القناة يحاول يشترك معنا باش تبصل دائما بالجديد دينا وكان واعدكم دائما بالجديد كانتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته